ليلة هوا فيها القمر في حضن العروز سجى الليل في الطريق إلى خيبر وانتثرت نجومه ففاضت مشاعر أحد المسافرين فحرك راحلته نحو عامر بن الأكوع عم سلمة وكان عامر شاعراً عذب الصوت فطلب منه التغني بأبيات تزيد من جمال الليل وبريق نجومه وقال يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك نزل عامر عن راحلته وصار يمشي على قدميه ويحدو بصوت عذب اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك مقتفينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقياً سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا والمشركون قد بغوا علينا وبالصياح عولوا علينا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إلى هذا الصوت العذب فقال من هذا السائق قالوا عامر قال صلى الله عليه وسلم غفر لك ربك انتفض قلب سلمة بن الأكوع انتفض من تلك الدعوة وأيقن برحيل عمه وقرب أجله فسلمة يقول ما استغفر رسول الله لإنسان يخصه إلا استشهد سمع عمر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم فاهتزت مشاعر الشوق إلى عامر وهو حي فتمنى بقاءه ونادى نبيه يا نبي الله لولا أمتعتنا بعامر اختلطت المشاعر وسلم الجميع أمرهم إلى الله وواصلت القافلة مسيرها نحو خيبر حيث يجسم بقية الخونة اليهود الذين خططوا للأحزاب وكادوا يطيحون بدولة الإسلام سارت القافلة ثم توقفت فتمكن علي من اللحاق بها وغفى المجاهدون وأثناء النوم سبقهم شيء إلى الحصن شيء غريب ليس من البشر شيء أبيض له هالة بيضاء رفرف نزولا من السماء حتى هبط على الحصن في ليلة اجتمع فيها الحاخامات وتلوا الصلوات وأجروا تقوص الزفاف لأميرة من الأميرات وبعد الاحتفال غفت الأميرة العروس فرأت في منامها رؤيا أخافتها رأت القمر يهبط من السماء حتى استقر في حجرها فنهضت فزعه فانتبه الأمير وسألها عن سبب فزعها فقالت إني رأيت فيما يرى النائم قمرا وقع في حجري لم يتردد الأمير في تفسير الرؤيا على الطريقة اليهودية فسرها بلكمة على ذلك الوجه الجميل حتى أحدث هالة خضراء حول عينها ترى من هذه الأميرة ومن هو زوجها الملاكم هذا وما تفسيره لهذه الرؤيا